خلال خمسة أعوام من عمرها كانت قناة بلقيس واحدة من منابر إعلامية قليلة أدركت أنه لا حياد بين الجان والضحية ولهذا لم تقع يوماً في المنطقة الحيادية الرمادية بين اللونين الأسود والأبيض بحسب الكاتب حسن عبد الوارث لقد استطاعت بلقيس تكوين شخصية خاصة بها من خلال ثبات خطها التحريري وفي قدرتها على تغطية القضايا المختلفة بموضوعية ومسؤولية وهي أمور لم تكن لتتحقق لولا الالتزام بأقصى المعايير المهنية وعدم التساهل في بث الأخبار بدون تحقق كان هذا ما يؤكد عليه عضو مجلس إدارة القناة عبد الغني الماوري قناة بلقيس جاءت في المرتبة الأولى بين القنوات اليمنية من حيث المشاهدات لدى الجمهور بنسبة تزيد عن 61% بحسب دراسة استطلاعية للباحث عبدالله التميمي نشرتها المؤسسة العربية للدراسات الاستراتيجية وبحسب رسالة ماجستير للباحث محمد الرجوي فإن قناة بلقيس تعد مثالاً للقنوات المولودة في زمن الإعلام الاجتماعي وليست كتلك القنوات القديمة التي عملت بنمط قديم ثم بدأت تواكب الإعلام الاجتماعي وتتأقلم معه وهي القناة اليمنية الوحيدة التي تصنف كقناة إخبارية يمنية وبالرغم من أنها بدأت عملها من الداخل إلا أنها اضطرت لنقل مكتبها إلى اسطنبول ومنذ خمس سنوات وهي تعمل على رفع أصوات المدنيين التي خفتت منذ ارتفاع أصوات المدافع وكسرت صوت الحرب بأصوات المدنيين والشباب معبرة عن آمالهم وطموحاتهم ثابتة الموقف إلى جانب الضحايا والمنكوبين أصحاب الدماء والدموع قناة بلقيس القناة الوحيدة المسواق على المجتمع في برامج سياسية ثقافية اجتماعية جاءت بلقيس معاكسة للتيار في لحظة الانهيار الكبير وفقدان الأمل لتمنح اليمنيين الأمل والقدرة على المقاومة ومثلت إضافة نوعية للإعلام اليمني في وقت استثنائي تراجعت فيها مختلف القطاعات الإعلامية والثقافية لصالح الحرب والخطابات الشعبوية وانتهجت خطا تحريريا مستقلا دفعت في سبيله دماء عدد من طاقمها الميداني وتعرضت بسببه للكثير من التضييق والتحديات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر